إلشان الفلسطينية حيث استشهدت فلسطينية بعدما أطلقت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بذريعة محاولتها تنفيذ عملية دهس لعدد من الجنود في مستوطنة غوتش عطسيون في الضفة الغربية كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح بعدما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما خلال مواجهات اندلعت جنوب قطاع غزة وشمالها وأصيب إسرائيليان برصاص مسلحين مجهولين قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في هذه الأثناء أصيب خمسة فلسطينيين بجراحة وعشرات آخرون بحالات اختناق في مواجهات عنيفة اندلعت دهر اليوم مع قوات الاحتلال بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية